اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبي أجمعين ونزلوا من العربية وكانت متكسرة وسامير بيقول آه العربية منك لله زفتون يا ابن أم زفتون مش كنت قلت على الرصيف ده من أول يخرب باتك بدلا من كنت عمل ترغي بتجيب الحق علي أعترف أنك حمار سواقة قلت سبتني أنا سوق ده أنا بسوق وأنا مغمض عيني خلاص يا سامير هتعمل يعني عقلك بقى لعفريت صغير لا مش خلاص ده أنا أخذ مفتاح العربية من وراء بويا ده ينفقني منكم لله يا عم هنلم من بعض ونروح نصلح العربية خلينا نشوف حل في المصيبة الأكبر فين بتعب كارينو يا زفت انت ماسمح لكش تقول لي زفت اسمي زفتون ما يقصدش ده بيدلعك يا زفتون يا أمر انت فين البيت خلينا نخلص بقى من أم الليلة دي زفتون شاور على البيت ولسه يدخلو كان فيه صوت فرقها وصوتوا الأربعة ووقعوا على الأرض وبيبصوا على الناس وكانوا ماشيين عادي أم يا سوسو نفاد الهدوم شكلكم كده مستجدين في الحارة ما تعرفوش ان كل يوم عب كارينو بيفرقع كده هو ده في مرة عمل فرقعك برقاد كده هو لدرجة البيت طلع نار أو الله زي ما بقول لكم وانتوا سلتين علي ليه عشان جارنا مع أنه مجنون بس بيعمل اختراعات برضو حلوة عاملي غسلة بتخسل وتنشر الغسيل لوحدها مش مصدقين أحلف لكم من غير حلفان مصدقين طبعا شكل عب كارينو زي ما زفتون قال عليه عب كاري فعلا أنا متفقلة خير مش مرتاح بالبق ده بس يلا ندخل بيدنا اليمين يا رجالة وكريم لسه بيدوس على الجرز يا عيني الكارب وشعر وقف ده الكارب أصلي الجرز ده بيكارب دوس على الجرز التانية يا خويا معاذ دس على الجرز والكارب برضو زيه عشان الست تضحك أكتر معلش يا عيال الجرزين بيكارب وهنا عملي ما عب كارينو بقى ده أنت ستة غريبة قوي ما تقولي من الأول ان الجرزين بيكارب الله دلوقتي هنوصل الراجل ده ازاي نخبط يلا يا سمير خبط على الباب لا لا ما تخبط انت ايش معنى أنا اللي خبط عشان أنا البنت ايه ده هو فين سافتون اختفى ليه والعيال اللي وقاها في الأرض دي هنعمل فيهم ايه مش عارف بس مش متطمن بقولك يا ستة أنا اسمي مبرقوق ماشي يا مبرقوق ما تخبطينا بس على الباب وفجأة خرج من فتحة الباب بوكس وكان لسه يخبطها وطت راسها وضرب سمير في وشه ها 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 يا عيالي أنا راحة تشوف الزهنة دلوقتي قالها بقى ما بالاش حركتك جيعة بكارينو افتح بقى للعيال الغالبة دول أما انت راجل مجنون بسحيح افتح يا عم العيالة مرمت تلا وثواني والباب اتفتح وخرج واحد ولابس بلته دكتور واقرع من النص وعلى جانب راسه شعر أبيض واقف ها 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 بص يا دي يا سمير الرجل ده شبق أنيشتاين أنا نفس يا بص بس عيني مش مساعداني أنا عبقرينو انتو مين بص هو مش هينفع نتكلم على الباب عشان أم برقوق مركزة معانا ينفع بس حد يجي شيل العيال اللي وقعوا من كهربة في الأرض دي وبعدين بقى نتكلم وجوه البيت كان فاقو الولاد وقاعدين الأربعة قدامها وقرينو وبيحكلوا اللي حصل ودخل إنسان آلي وشهل صنية فيها عصير انت بتديني أنا العصير قدي ديوف أهل سف يا دكتور أنا غلط أرجوك السماح سماح 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 حد يناديد سماح تشوف ماله ده معلش هو الحب في القلب عامل زي عضة الكلب سماح 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 ما تعملش في نفسك كده ست روحت يجي بدلة ست تانية روق على نفسك وهنجيب لك اللحظة من سماح معلش أصلي ميزو بيهنك ساعات روحش حن نفسك ولما خلص هجي أكشف عليك حاضر يا دكتور سلام يا ديوف سلام 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 معلش خطأ سيانة بيحصل في أحسن الأماكن عادي يعني مش أنا بس اللي بغلط اغلط براحتك بس قلنا بقى هتقدر تديني جهاز عشان نمسك الأشباح ولا عفريت ولا لأ أحنا جت ليلة روح وبهدلتنا زفتون قال لنا أن أنت الوحيد اللي هتقدر تساعدنا وقلت إيه هتشترك معنا ولا هتخاف لا ماسمح لكش عبقى رينو مش بيخاف من حاجة أبدا أنا نومبر ون أنتو مين يا شوية على فيت وبصوا البعض وفي ثواني كان قدامهم كام إنسان آلي النور ضلم وفتح نور ألوان وكمان موسيقى شكله كده هيعمل استعراض غنائي فاكر نفسه وفي مصرح البلون أنت فين يزفت الزفتون أنت تعال بسرعة أنقصنا من مجنون ده سكر 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 تيرارارارا ليلة يا عبقى رينو زي السكر تيرارارا قاعدين الأربعة على كنبة واحدة وبيتفرجوه على عبقى رينو اللي كان بيرقص مع الروبوتات السود عيونه يا ولا السود عيونه يا ولا وقفل لتنين أو بيرقصوا وما بيغنوا السود عيونه جننتني وفي النهار ودوختني بس مش عايزة أسمع صوت صدعتوني أجريسي في قول بيت دي عايزة مهدئ جومي بينانا مشي شكل الأستاذ مش هيساعدنا بحاجة قوموا جدعان وزهر زفتون مالش اتأخرت عليكم يا شباب قص البت روح حربت وانا جبتها من قفاها اهي في الإزازة الموضوع طال يا صح يلا وراي على المعمل ومشي وراه وكان كل خطوة يطلع إنسان آلي الرجل ده بيفكرني في فيلم السري الكرر بتاع الأفلام الأجنبي خليك أسد على قال لي ده إنسان مش عفريت ولو عمل أي حركة أنا يقدر نتغلب عليه الحق ده عنده حيوانات في الأقفاص وفي تعبيم ربيهم أنا خايف ودخل قوضة كبيرة وكانها عاملها معمل وفيها أزايز ومواد كتير زي المختبر مرحبا بكم في مختبر عب كارينو للعلوم الحديثة هنا هتلاقي أي اختراع حديث ده غير التجارب اللي أنا عملتها بيدي عندكم الاختراع ده مثلا عمل طفرة في الاختراعات الحديثة الاختراع ده فيه كوة سحرية للإزالة على أصعب واقوة البقع هو البقع بجد ولا أنا سمعت غلط لا لا البقع أنت سمعت صح هو حضرتك احنا جايين صبانة ولا كرفور احنا عايزين اختراع ايزر الأشباح استنوا عليا أنا جاي لكم في كلامه وأسع كده كابتن التركيبة اللي ورق دي بتخفي أي حد زي طاية سحرية بتخفي فين بقاه بصراحة لسه معرفش أنا اللي عرفوا أنها بتخفي لكن فين الله أعلم لا احنا مش نقصين نختفي ومحطش عارف يلاقينا كفاية يعني اخر مرة دي كنا في مدرسة المرعبين المرة دي بقى هنروح فين المهم يعني ملخص رغي ده ايه هتلينا من اخر يا عم وعبكارينوش الغطم على جهاز والجهاز ده شبال ماك نسأ انت يعني جاي تنظف دلوقتي نجي لك يعني وقتتاني ولا ايه يا عم طب يلا يا عيال يلا نمشي استنى انت وهو اسمعون للآخر قول يا عبكاري زمانك قول شكرا جدا على سقطك الغلية دي يا زفتون والله انت صاحب جدع فكرياد لما كنا بنروحنا كل فول وأندومي الكتب والعاك ده في حد يأكل أندومي على فول وبعدين يعني على ايامك ما كانش فيه اندومي تنفيه بس كان اسمها شعرية مش اندومي بقول لك يا دكتور الماكنا دي بتاعت ايه دي اللي بتقبض على الاشباح وبتحبسهم اما بقى المسدس ده فبيكتفهم باشاعة بتخرج منه ويقدر روح التاني يشفطهم بالماكنسة اللي هلوبة عندكم مثلا الساعة دي بتخرج حبلي كهربهم وبتشل حركتهم والنظرة دي تقدروا تشوفهم لو مختفين او مستخبين في مكان وفيه الالم ده اكيد ده بيطلع اشعف وقلبة نفسجية عشان تحرقهم انت خيالك علي قوي بس الحقيقة ده الام عادي جدا بنكتب بيه عشان تسجلوا كما عفريت مسكته اخربت ام رخمتك ما تقول الام عادي يعني يموت في الحوارات دلوقتي بقى هوريكم الزيت وقبضة على ايه عفريت يلا يا زفتون خرج روح من الازازة وانتو كل واحد فيكم يمسك الام الالات الموجودة وانا ده لبسة النضارة وكريم مسك المسدس والساعة لبسها معاز وسامير مسك المكنسة وزفتون خرج روح من الازازة وكانت بتتحرك بسرعة في المكان ورايحة جاية يمين ولا شمال يمين ولا شمال يخربتك اعفت ما كانت حوالك وكريم ده سعى المسدس وخرج حبل ولف حوالينا عبقرينه يخربتك مشانا اوابض عليها ايا ماهي مش روض ما حدش هيمسكها غيري وشغل المكنسة وفجأة لقى نفسه بيشفت ندا اللي مسكت في الترابيزة يخربتك ايه فالعياض انا عتشافت يالا اهوي المعمل كان مقلوب وهم مش عارفين لسه يستخدموا الادوات وبعد محاولات كتيرة اوي قادروا يمسكوا الروح وشفتوها في المكنسة وقعدوا على الارض انا حاسة اني كنت في حرب الموضوع تلاع صعب او يا جدعان ده عشان انتو لسه في الاول قريب هتقدروا تبصالوا قولوا اللي انتو عايزينه ها ها شفتو البتنا ده ايه كانت بتتشفت كان شكلها مصخرة قوي سامير هو اللي احوال بدل ما يواجه البتاعة لروح ناشنها علي انا مالي يا اختي انت لو قفتي اصادي بعد المجود اللي عمال ندا حاسس بجوع عصافير بطني بطلطم ولا هو انت فاكر ان عندك عصافير زينا ولا ايه انت اكيد عندك وخوش تعبين حاجات من دي مش مهم المهم اني جعان تعالوا نروح ناكل في اي مكان وبالمرة بقى نستريح بعد المعركة اللي حصلت دي خدوا اجهزاتكم معاكم في اي مكان عشان لو حصل حاجة تكونوا مستعدين وتقدروا تتصلوا بيا لو في اي مشكلة ماشا عم المهم سلامة فنان وخرجوا كلهم ورحوا على المطعم عشان يتغدوا وهم قاعدين لقوا حد بيصوت طب والله ما هتحرك من مكاني من غير ماكل انا جعان يا عالم جعان يا ناس ايه مفيش رحمة مفيش أجل مفيش داي ايه اللي انا شايفه ده وفو الاربعة اول ما شافه شبح ابيض او بيجري فوق الترابيزات جامعة هو احنا بس اللي شايفينه ولا كلهم لا تقريبا احنا بس اللي شايفينه ايه ده ده ليه بيخرج لسانه لينا حسب الله ونعمل وكيل في المدرسة ادي اخرت التعليم باقينا بنشوف عفريج كل يوم المكنسة في العربية حد اطلع جبالي هيقولوا عليكم مجانين وهيصوروكم وصوركم هتنزل على الفيسبوك احترسوا من العيل الهابلة طب المفروض نعمل ايه هتعوضوا وتطلبوا الاكل وما تبدأوش تئزوه لازم هو اللي يبدأ الاول ولو اذاكم دفعوا عن نفسكم ومعاس فعلا طلب الاكل وبيرقبوا الشبح اللي بيلفع ترابيزات واحدة لسه كنت هتواض رح شد الكرسي وقعت على الارض ماناش دعوة كل واحد في حاله لحد دلوقتي هو بيلعب يعني ما تعرض لكمش ولا تعرض لأي حد بالأذى الشبح ده عيل قوي تعرف عنده كم سنة؟ هو فعلا عيل مش كبير تقريبا كده ستة او سبع سنين بصوا بيعمل ايه رايح عند الناس اللي بيعملوا عيد ميلاد الشبح قعد في نص الترابيزة وكل ما يحاول ويوالله وشمعت عيد الميلاد يطفيها تاني وزفتونه اعلى الارض من كتر الدحك على شكل الناس وهي متضايقة المضحك في الموضوع دي رخامة قلوا يا بعد عن الناس لا 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 سيبوا يلعب شوية قلوا يا شبح ظريف ونادى طلبت آيس كريم وشورت للشبح ياكل كل الآيس كريم ده بس هو مسكوا وحضفوا على وشها وضحكوا عليها ولد عيب كده ولد عيب كده نن 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 قعد يا ابني هتهزق نفسك يعني مع طفل صغير هو مش فاهم حاجة وانت يا شبح اللعب بعيد من غير ما دقيق حد ها؟ بجد أنا مبور بيك انت بقيت هادي وراسي عايل صغير قل تكلموا على قد عقله يعني بس الشبح جاب كوب باية المية ورفعها ورمى المية على كريم ايه ده والله لربيك جازمة شش الناس بتفرج عليكم ونادى بتمسحه الشه وكريم بينشف نفسه والشبح واقف بعيد بيطلع لسانه ليهم ورمى الكرسي وبيكسر في الأطباء الناس خرجت تجريم من مطعم وهم بيقولوا عفريت والمطعم مسكون انا شفت بعيني الطبق بيطيل في الهواء انا كمان كل ماقول لها الشمعة يطفيها تاني ده كمان شد الكرسي وانا جاي قاعد علي وقعت في الأرض وخرج سمير وجاب المكنسة ايه ده انت هتنضى في المطعم دلوقتي بنقولك في عفريت ده شبح صغير احنا هنمسكه اخرجوا انتو بس عشان محدش يتقذي الوات ده شكله مجنون ابعدي عنه لا يعضك عضاء ايه هو انت شافني بهوهو ابعد من واشي مش ناصة غبائك الله وانت يا ستوا ساعة كده وقفوا الأربعة جنب بعض بالله عليك يا سمير ناشن صح بلاش تعمل زي المرة اللي فاتت كنت عتشفت المرة دي انا مركز جدا جايز يا معاز ومعاز واقف وفي ايده ساندويتش خمسة بس اصل بحب اخر حتة في الساندويتش دي طعمها بيكون ما ارمش ولزيز هو اختفر احفين وكمان زفتون الكلب ده وقت الجد بيهرب عب كارينو قال ان النظرة دي بنقدر نشوف بيها العفريط وكمان الأشباح ها لقيته الشبح في المطبخ وراه عيال وجريوا كلهم على المطبخ وكان هناك الشبح وبيخبط في الحلل وبعدين شالحلة ورماها ووضتوا كلهم ومعاز كان وقف بيكل موزة وقعت الحلة على راسه وقف في الأرض وجريوا عليه فوقه يعني الودة بياخد خبطات في دماغه كتير قوي هيجيله تخلف أكتر من هو متخلف أنا عارف فوقه أمي يا معاز في مكرونة بشاميل وطعمها لازز قوي ها هي فين المكرونة أنا جعان قوي وضحكوا عليه بتضحكوا على إيه الرخ مين إيه بقى هنفضل نظر كتير ونسيب الشبح يا زق فينا احنا هنتقسم لنصين اتنين يروحوا يمين واتنين شمال ونمسكوا في النص بس وهم بيتكلموا حصل وإلحد أنا خلص الجزء ده ويا ترى إيه اللي هيحصل وهيعرفوا يمسكوا الشبح ولا الشبح هيلعبهم وده اللي هنعرفوا إن شاء الله في الجزء الجاي وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعر بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة